السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء التلاميذ أهلاً وسهلاً بكم في درس اليوم من سلسلة الدروس التعليمية في الرياضيات لنكون من خلال هذا الدرس مع المضلعات والرسم إذن دعونا نبدأ أستحضر ألاحظ المضلعات التالية ثم أتم عدد الأضلع الشكل الأول به أربعة أضلع الشكل الثاني به ثلاثة أضلع الشكل الثالث به خمسة أضلع الشكل الرابع به ستة أضلع الشكل الخامس به أربعة أضلع أتدرب أولاً أكمل رسم المضلعات حسب المطلوب ثانياً أرسم المضلعات حسب المطلوب ثالثاً أرسم خطاً مستقيماً لأتحصل على مثلث ورباعي في كل مضلع أوظف أولاً أربط بين النقاط لأتحصل على خماسي أضلاع ومثلثات ثانياً أربط بين النقاط لأتحصل على رباعي أضلاع ومثلثين ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر